محطة العطالة كانت الوجهة الجديدة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق دير الزور بعد أن كثف تحركات خلاياه النائمة لتنشط في البادية السورية وريف دير الزور الشرقي مؤخرا المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية المتواجدتين في حقل الغاز كونيكو وحقل الجفرة استهدف عناصر التنظيم الإرهابي الذين هاجموا محطة العطالة شرقية دير الزور بالمدفعية الثقيلة بعد استنفار كبير وإطلاق القنابل الضوئية في سماء المنطقة وفي سياق التحركات الإرهابية في المنطقة كشف المرصد السوري أيضا بأن مجموعة من إرهابي داعش يستقلون دراجتهم النارية تجولوا في قرية غريبة الشرقية في ريف دير الزور وصادروا كميات كبيرة من التابغ وأحرقوه قبل أن يغادروا القرية باتجاه بادية دير الزور الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جابرييل وفي مداخلة مع قناة اليوم أكد بأن عدم تنفيذ قوات الحكومة السورية أي عملية عسكرية حاسمة ضد خلايا تنظيم داعش التي تنشط في البادية السورية هو ما دفع التنظيم لتوسيع رقعة انتشاره وتحركاته هناك وتستنفر قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا جهودهما في ملاحقة خلايا داعش حيث ألقت قوات الأمن يوم أمس القبض على عشرة إرهابيين من التنظيم بينهم قيادي في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقية